بالتأكيد أول سؤال وأول حكاية نادي الزمالك متى شوف أنا هقولولك متى ترتاح جمعين نادي الزمالك وتحس إنه ناديها خلاص أصبح نادي منتظم عندوش مشاكل مفيش أزمات ما يسحوش كل يوم على أزمة ومشكلة متى مش كلمك على الأزمات على قد مكلمك على المستقبل ممكن يبقى ستعمل إزاي شوف يا كريم هو في نقطة مهمة جداً احنا بنتكلم فيها على نادي الزمالك أتمنى وأنا بستشعر إن الأشخاص قليلين قوي اللي بيخشوا يخدموا المصلحة النادي نقطة مهمة دي بنتها الأمانة خلينا نكون صرحة يعني أنا مش عايزة أحط نفسي إن أنا في حتة تانية خالص وأنا واحد بعمل المصلحة النادي لا بأي أنا بكلم عموماً إن المفروض إن كل الكل يتكتف عشان نادي الزمالك ده ليه فضل على كل الناس دي صحيح فلما تيجي تخش إنت بتخش ترد الجميل فبتعمل لمصلحة النادي فيه ناس بتخش تستفيد من الزمالك من نادي الزمالك بيسمي إن أنا زمالكي آه وهي دي المشكلة كبيرة الصراعات الصراعات اللي موجودة جوا النادي هي دي المشكلة كبيرة جداً يعني إيه يعني لما يكون كريم بيبقى موجود هو هو رئيس النادي يبقى أنا حتى لو أصاب من خارج النادي وأنا مختلف مع كريم اختلاف أساعد عشان خطر النادي أساعد أساعد ودعمه بشكل كبير جداً جداً عشان خطر النادي يبقى في حتة تانية أنا بساعد رئيس نادي الزمالك مش اسمه آه الله عليك أنا كله هي النادي إن لمصلحة النادي كله دا تكاتف كل الناس الزمالكوية كلهم من رجال أعمال وناس محبين وكل الزمالكوية فعلاً إنهم يتكاتفوا كلهم لمصلحة النادي في ظهر رئيس النادي ورئيس النادي بيبقى الرمز اللي موجود في الوقت دو رمز النادي بالضبط كده واح الاحترام بقى والتأدير والتعامل المعاملات اللي هي الطبيعية في الاحترام والتأدير والمعاملات مع مختلف الاندية كمان لازم نادي الزمالك يبقى يبقى محبوب كمان من كل الاندية يبقى فيه دايماً حتة العلاقات الطيبة بتاعت زمان زي ما قلنا زمان أيام البطلات الإفريقية في التسعينات وفدي مننا من نادي الزمالك يبتدي يروح النادي الأهلي عنده كاس أفريقي أبطال الكقوس عشان ما موجودين من دعم النادي الأهلي في البطولة ولا عكس وفدي من نادي الأهلي بيجي نادي الزمالك عشان يدعم نادي الزمالك أبطال الدوري وعي كزا تعافل دي بقى كابتن عصام بالمناسبة كويس الحاجة زكرتها وفي البداية كده أكتر حاجة بترهقني يعني عندي مؤسستين في مصر كبار جدا الآهلي والزمالك أو الزمالك والأهل والثنين دول لما يبقى فيه بينهم خلافة أو يبقى فيه بينهم مثلا زعل أنا باستغرب ضلوا أم أكتر اثنين هما اللي إحنا نتشرب بهم قدام الدنيا كلها ونقول إحنا عندنا أهلي وزمالك عندنا زمالك وأهني آه حقيقة لما بيبقى وفيه مشكلة يبقى فيه مشكلة في الرياضة كلها آه الله عليك آآ دي نقطة أمك جدا لما يبقى فيه مشكلة بين النادي ان كبار دوله يبقى فيه مشكلة في الرياضة في الرياضة فعلا في مصر كلها دي دي مظبوطة في نفس الوقت أنا حتى في جملة أنا بقولها دلوقتي بقول إيه بقول إن حتى من من كتر مشاكل نادي الزمالك جماهير النادي الأهلي كمان نفسها زهقت للجماهير الزمالك صح لإني أنت كمان أنا عايز أنا أنا كنادي الزمالك أنا عايز أكسب النادي الأهلي أفوز عن النادي الأهلي وهو قوي وهو مستقر وهو جاي بصفقات مدوية أكسبه يبقى أنا فعلا أستشعر إن أنا خدت بطولة فعلا عن جداره وعند استحقاق خدتهم بقول أسد خدتهم المنافس من غريم التقليد القوي جدا لكن لما يبقى النادي عنده مشاكل وما عنده الصفقات والقد مقفول والدنيا كذا وما فيه خبات وما فيش مجلوة خصص دي كلها بتضعف من النادي ومن قوة النادي ومن عزمة النادي فبتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا وبعدين الاستحواز على إن يبقى فيه النادي الأوحد إنه هو يبقى هو الناديين تابعين للدولة لكن مش بقول للدولة إنها هتمدي الأهلي والزمالك مثلا بالأمور المالية والدعمه بالأمور المالية لكن تدعمه نفسيا ومعنويا وتوقف جنبه وتسنده قلت قمنا مهمة جدا حتى جميع الأهلي دلوقتي بقيت تدعم اللي هو مش من مصلحة الأهلي ولا جميع النادي الأهلي إنه الزمالك ما يكونش في أفضل حال عشان تبدأ المنافسة قائمة فإنت دلوقتي هو حرفيا حرفيا من الجميع الجميع يدعم نادي الزمالك محدش عايز الزمالك يبقى واقع عز كله خسران بالظبط جدا يعرف لو الزمالك هيخسر لوحده هتقول إيه ما هو نادي هو أنت حر بقى أنت خسرت نفسك فأنت حر لكن الزمالك لما يخسر أو الزمالك يبقى واقع يعني أنا ياسف كمان في اللفظ يعني بس أبتكلم على الوضع السيء اللي فيه نادي الزمالك كله بيخسر الرياضة بتخسر إنت عايز تشوف إنت عايز تشوف المنافسة تبقى زي دلوقتي بتفرع على الدور السعودي إنت بتشايف المنافسة دلوقتي الأندية كتيرة قوي اللي بتنافس على البطولة يعني بتكلم على الهلال وبتكلم على النص وبتكلم على الشباب وبتكلم على التفاعل وبتكلم على التعاون وبتكلم على التحاد والأهل يعني عدد ست سبع أندية كلها بتنافس على دور الدور لكن إنت عايز بأهل وزمالك وبيرامنز وكل الأندية وكل الأندية الكبيرة إنها تبقى موجودة بشكل كبير أنا